وحضرتك نوارتي القاهرة في هذا العام زرتي معرض الكتاب لأول مرة رغم أن زياراتك لا تتوقف لمصر لكن لماذا هذه الزيارة المتأخرة لمعرض القاهرة الدولي الكتاب أول مرة لك عشرين أربع وعشرين والله ما يعني سأبد بالصدفة لكن أنا لا أنقطع عن زيارة مصر باستمرار يعني مصر هي أمي الثاني ووطني الثاني وأساساً برواية الأخيرة أفرح يا قلبي هذا الحب لمصر بيقرأه القارئ وبيشوف أنه لأنه قدي مصر هي عصب الأم العربية وقدي نحن نشأنا على حب مصر من ثقافياً وفنياً وسياسياً يعني موجودة مصر بوجداننا يعني أنا بدأت أقرأ الثقافة المصرية حتى قبل الثقافة اللبنانية قرأتي المين في الأول يعني إيه الاستوقف؟ من استوقفك حضرتك؟ أكيد كل الكتاب المصريين كنت قرأهم عندهم عمد أطفالي يعني إحسان عبدالقدوس بتبتدي فيه دايماً وبعدين توصلي لنجيب محفوظ وللكتاب الأخرين إبراهيم أصلاً أحبه قوي جداً لا يرحم الله يرحمه ويرحم كل الكتاب الكبار اللي راحوا من مصر يعني مصر هي متن الرواية العربية مهما طلعت روايات في العالم العربي مصر هي متن الرواية العربية اللي كلنا نشأنا عليها حكائيين المصريين شكراً للمشاهدة